ولكن عايزين نروح برضا كابتن عيسم للمواقع بقى المغربية والصحافة الرياضية المغربية يمكن قبل المواقع فيه موضوع مهم من يهم جمهور النادي الاهلي ايضا وهي سلبية المسحة الحمد لله يعني احنا دايما انا عايز اقول لكم ان دايما انا واحمد بنتكلم بشكل كبير قبل الهوى عن المسحة لان طبعا انت ممكن تخسر جهود لاعب او اثنين او ثلاثة او اكثر من ذلك ودي الحقيقة دايما ما بتبقاش عارف فهي طبعا خبر جايد سلبية مسحة باسة الاهلي قبل الهوى مهم جدا ان انت تبقى داخل المطش وانت بكامل نجومك موضوع بقى لا شانا عارف انت لو راح وعندك كسابة عارف ان عندك كسابة خلاص انما بيكون هناك ولعب يبقى عنده مسحة ايجابية بعد الشهر بتبقى دي المشكلة حسابات الجاذب فاني ممكن تربك الفريق بيكون اثارها النفسية اصعب بكتير من جاب لعب فالحمد الله يعني نتمنى الشفاء للجميع وعجبني حتى كابتن محمد شنوا كابتن ايسم لما تكلم ان احنا نلعب الموراء ونتمنى السلامة للفريقين سواء فريق النادي الاهلي او فريق الرجاء البيضاء والمغربي فالحمد الله مسحة سلبية للنادي الاهلي في الاول والاخر درياضة احمد وفي الاول والاخر احنا اشقاء بالضبط اه نتمنى الفوز النادي الاهلي من كل قلوبنا ونتمنى نحق ثلاثية يعني تاريخية في تاريخ النادي الاهلي ولكن في الأول والآخر دي رياضة ودي لقطات من أخذ العينات أولا ياسر إبراهيم مقدم موسم كويس نتمنى يتم يعني يميله معنا كده ويقدم نفس الأداء الراقي رجولة اللي بيقدمه الفترة الأخيرة وطبعا ده محمود متولي يعني طال الغيابة محمود بس حلو ياخد المسحة للجهاز الطبي وعكده ياخد صور مع اللعبين جميعين اللي قالي بالتأكيد مفتقدة مسحة جونر أجايه اللي كان دايما بتتصدر وكانت بتبقى تريند دايما كان يجري من المسحة كان عنده مشكلة كبيرة كان كل مسحة كأنها معاناة بالنسباله يعني خلي بالك برضو يعني خلي بالك برضو تحس أن اللاعبين بقوا خبرة خلاص يعني بس يعني كل اللاعبين بقيت خبرة في موضوع المسحة كل بلد رحوها أو كل مباراة بيتعرضوا هاي ما يقشر برضو يعني نتمنى يكون موفق بكرة يعني كابتن أحد كباتن النادل آلي برضو صورة هي نفس الصورة خلاص بكل مكان لعب منتخب بصر ولعب النادل آلي وكابتن محمد الشيناوي اللي عليه عمل كبير جدا بكرة كابتن محمد الشيناوي ربنا يعني يوفى بكرة يكون في يومه لأن ده نص الفريق طبعا غياب بعد غياب صراح محسن افتقدناه من كأس الربطة وافتقدناه في كأس الربطة أن ده صراح ممكن يكون مهاجم مصر الأول لو تم يعني الدفع به كرأس حربة هو بالتأكيد صعب جدا الله أعلم ممكن يدفع به ممكن يكون مفاجئ البيت سمسي ماني ما نعرفش القصة إيه بكرة لكن أنا بشوف أن صراح محسن لو ركز بشكل كبير في كرة القدم هيكون لعب له شأن كبير جدا كان دائما لما كان بينزل في التغييرات الثانية أو في نص نص التانية من المباراة كان بيعمل فارق كبير جدا أنا كنت بحضر مباراة من أرض الملعب كنت بلاقي حتى الانرجي والباور في الملعب بيختلف ومؤثر جدا مؤثر وهدي أمام المرمى بيلعب بدربات رأسي بشكل جاهد جدا حتى كمان الانفراضات يمكن نتذكر الموسم الماضي الهدف فوق يانجو في سانداونس في دور التمانية في دياءة 92 وهدفه طبعا في شباك نادي الزمالك بعد ما رقص عواد وكابتن محمود علاء وسجل هدف فمهم جدا مهم جدا أن يكون صراح محسن أحد الأوراق المتواجدة في فريق نادي الاهلي الفترة القادمة والاعتماد عليه بشكل هيفيد بالتأكيد ويدك هو بالتأكيد لجاء العبي النادي الاهلي وفريق نلا نروح بقى لأخبار مواقع لا نروح لأخبار مواقع لأنه نحط الجماهيرة جماهية الاهلي في الأجواء داخل المغرب يعني الصحف الرياضية والصحف بشكل عام بتكتب ايه؟ فضل يا أحمد تبتدي هنا عندنا طبعا التوصي كان بيتكلم في أحد المواقع وقال أن الهدف الذي سجلناه في مباراة الزهاب سمين ويجب استثماره طبعا هو بيلعب على فكرة قاعدة الهدف بهدفين هي طبعا اتلغت خارج في أوروبا طبعا والطباقة السنة دي في أوروبا وشوفنا مباراة ريال مدريد وتشيلسي راحت لإكسرا تايم برغم النتيجة كانت 3-1 وحتى لو كانت كده كان برضو يروح لإكسرا تايم بس يلا يعني نتمنى التوفيق للليفربول في البطولة دي مدرب الرجاء لأنه هاجم بجهل ولا يجب أنه بالغ في شحن اللعبين لا بس هنا بنت بقى التأثير الجماهير على اللعب هو خايف من الحتة اللي احنا قلنا عليه بالضبط إنه بقى الشحن سلبي وليس إيجابي وكلمة لأنه هاجم بجهل هو واضح إنه ينزل للعب مباراة متزنة أنا متأكد مليون في المية من تصرحات رشيد التوصي حتى هو في القاهرة إنه كان بيحط كل الأمور على عبء الجماهير لأنه عارف إن النادي الآلي فنيا أفضل بكتير وهنا التوصي يختار إنهاء استعداداته الآلي في ملعب جديد طبعا ما تدربوش على ملعب المباراة واختار يكون المعسكر في سرية تم نوع من أنواع يعني التركيز في المباراة وأنا حابب التركيز العالي ده أتمنى يكون تركيز زيادة عن لزوم وطبعا في بعض اللاعبين غابوا عن فريق التراجي في المباراة الماضية على رأسهم عمر العرجون وعمر العرجون ده تحديدا كابتن عيسم كان بيشكل عبء نفس كبير جدا لعرشيد توصي لدرجة إنه عنده إصابة في مشت قدمه وأصر إنه يحضر مباراة الزهاب هو أكتر لعب ممرر في فريق الرجاء بيعتمد عليه بشكل كبير جدا وهو بيحاول إنه هو يدفع به في المباراة مش عارف هيكون بكرة في التشكيل الأساسي ولا أصابته التأمية ولا لا يعني حتى لو هو جهز يعني بدنيا من الإصابة يعني هل هو هيكون جاهز لمشاركة يعني أمام فريق كبير زي الأهلي وهو ما شاركش قبل كده في المباراة لا خلينا أقولك النقطة الأهم غيابه هيأثر سلبيا لأن رشيد توصي مقتنع بيه تماما وتستشعر أنه بيفتقده في شكل كبير جدا لو غاب هيؤس رئيس ألبيا وجوده في الملعب ممكن يمنح الفريق الرحية بالضبط وإن هما يغضوا بعض السفر حتى لو ما كنتش موافق إن شاء الله ما يكونش حتى منهم موافق إطلاقا وبإذن الله يكون بس عايز أقف عن تحاج برضو أبو حميد يعني التوصي قال لا يجب أنه بالك في شحن اللعبين فالشيء الذي زاد عن حده ينقلب وده الكلام اللي كنا بنقوله لأن أنا عارف أوقات كثيرة جدا جدا كنا بنزل نلعب والله وكان بيبقى الجماهير أنت كت الجماهير بتقصر يا كابتن هيسم لا بأه برضو أنا بأتكلم حتى على المباراة اللي خارج بلدك يعني مع المنتخب والكلام ده كنا أبنا في المغرب والأبنا في الجزائر والأبنا في تونس والصلاة هناك صعبة والصلاة والصوت بيبقى أكبر كتير من الملعب ولكن بيبقى أوقات كثيرة جدا كنا بنلعب هنا في مصر وكان بيبقى معنا جمهور وكان ساعة الجمهور أنت منكتب لما أنت مشغول عايز تساعد الجماهير دي فبتتوتر بتركز وعشان كنا قلت لك أنا عجبني جدا فكرة السرية الزيادة العمال يلعبها رشيد التوصي ده بالنسبة لي ممكن الزيادة التركيز ده تفقده التركيز في المباراة ده أنا متفق جدا ولازم نستغله يعني لازم اللعيبة ولازم رسالة لعيبة النادي الأهني خليكم أعصابكم حديد أو برد زي كابتن هيسم حبيب وحبيد العصابة يا مهمة جدا وخليني أقول لكم أن طبعا يعني كلما يعني كانت اللعيبة في الملعب أعصابة هادية وزي ما قال زميل العزيز أحمد أن احنا مهما شفنا ومهما كان سيناريو اللي بيحصل في أرض الملعب لازم ولابد أن احنا نكون متمسكين بأعصابنا وهديين ومن يتعامل مع أي سيناريو أيا كان لأن ممكن المباراة بكرة تبقى حماسية بشكل كبير جدا فوارد أنها تتغير من سيناريو اللي ثاني وآخر خاصة أن الجامهيرا كابتن يعني عمل رقم قياسي في 21 دقيقة أو في نص ساعة تقريبا من 20 إلى 25 ألف تذكرة على الموقع الإلكتروني تم حجزهم احنا عارفين خلاص بقى 25 ألف تذكرة على الموقع الإلكتروني و17 تذكرة من خلال المنافذ وجامهيرا الرجاء هتكون حوالي 42 ألف مشجع